بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة استكمالاً لـ Part 11 هناخد Part 12 اللي هو تكملة المثال الخاص بالـ Shear Strength في Chapter 4 Mechanical Properties of Soil لـ Course Soil Stabilization نفتكر مع بعض المثال كان مديني مثال Normally Consolidated Clay كان مديني لـ C- ومديني الفاي داش وقال لي أن التربة ديت تم إجراء اختبارات عليها بس عند ظروف مختلفة بس كلهم عند Sigma 3 سابتا بكام بميت كيلو نيوتن على الميتر سكوير وقال لي المطلوب اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده عايز يحسب Diviator stresses Diviator stresses اللي هي Sigma D بس كان مدهالي على حالات مختلفة لما U50 ولما UA بزر ده جزء الـ A الماضي لكن اللي هنتكلم فيه النهاردة هو عايز In the immediate undrain test يعني تقربة undrain If the deviator stresses بتاعه بكام بميتين لو تفتكر إن Sigma deviator لو هي عندي بتمثل ايه في دايرة مور هي Sigma diviator بتمثل هبارة عن لو جبت Sigma diviator دي وأسمتها على 2 ده عبارة على النص القطر الradius بتاع مين بتاع دايرة مور يعني Sigma diviator ما هي إلا الديامة فأنت لو تفتكر إن إحنا رسمنا الانفلوب بتاعي من السي داش ومن الفاي داش وعملنا الانفلوب بتاعنا هنا هوا كويس السؤال بقى أنت عايز مين عايز اللي هو اليوم أجيب اليوم منين معروف إن Sigma تلاتة داش أو للسيل بريشر بيساوي Sigma تلاتة ناقص مين ناقص اليوم طب Sigma تلاتة هو الراجل مدهاني بمية given لكل الحالات المختلفة في المسألة يبقى باقي ليه إن أنا أجيب مين Sigma تلاتة داش هقدر أجيب اليوم يبقى اليوم بتساوي ايه هتساوي Sigma تلاتة ناقص Sigma تلاتة داش طب أجيب Sigma تلاتة داش منين من الكيرف اللي قدامك ده على أساس أنه مرسوم بC داش وفي A داش إزاي الكلام ده يحصل هنشوف دلوقتي أول حاجة هنجيب Sigma ديفيتور على اتنين طلعتلي بكام بمية خلاص طب أنا أرسمت دايرة إزاي أنا كده عرفت نص القطر بتاعة الدايرة أرسم نص القطر هنا 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 إزاي عندك طريق تيم إما تعمل خط بر للإنفلوب بتاعي بس على مسافة الار اللي هي Sigma ديفيتور على اتنين أو أمشي بمثلث أرستو عمودي على الإنفلوب بتاعي دوت لحد ما يجي لي مسافة تساوي قد إيه تساوي Sigma ديفيتور على اتنين اللي هي بكام بمية يبقى جبت المركز once إن أنت جبت المركز بتقدر ترسم الدايرة بس إحنا لاحظنا هنا لما جينا رسمنا الدايرة إن هنا بقت Sigma 3 داش بقت بكام بصف يبقى أنا وصلت إن Sigma 3 داش بكام بصف Sigma 3 داش بصف يبقى اليو بتساوي Sigma 3 اللي هي بكام إحنا دي ثبتة عندنا بكام بمية ناقص كام ناقص صف يعني عندك آسف عندك Sigma 3 داش بتساوي Sigma 3 ناقص اليو يبقى لو عايز اليو يبقى اليو بتساوي مين Sigma 3 ناقص Sigma 3 داش يعني عبارة عن كام مية ناقص صف يعني بكام positive مية كيلو نيوتن على الميتر سكوير ده المطلوب الثالث المطلوب الأخير بيقول لي إيه أنا دلوقتي نفس التربة ديت عملت لها Unconfined Compression Test معروف إن Unconfined Compression Test ما بتتعملش غير على Saturated Clay يعني لازم يبقى كلي صافي يعني مالوش غير C فقط وفي الحالة ديت هي تعتبر حالة خاصة يعني Unconfined اعتبر حالة خاصة من التراي أكسيال وفيها Sigma 3 بتاعته بكام بصفر يبقى أنا هبتجي هنا بمين ب Sigma 3 بكام بصفر وابتجي أطلع بالزاوة بتاعته Alpha Failure اللي إحنا حسبناها فاكرين Alpha Failure كيف تساوي 45 زائد Phi على مين على 2 و3 قيمتها بكام ب54 يبقى أنا هاجي هنا واطلع بالprotractor كده أخذ زاوية مقدرها كام 54 هتتقاطع مع الانفلوب في نقطة عند النقطة دي رح واخد مين عمودي وبتجي أرسم مين الدايرة رسمت الدايرة احنا في الـ Unconfined هنعمل ايه آه هناخد خط أفكي هنا وطلع C mean Unconfined تلاحز ان C Unconfined دينا تطلع بكام 100 كيلو نيوتن على الميتر من سكوير ولو عايز اجيب Q Unconfined هي عبارة عن 2 في C Unconfined يعني بتساوي 200 كيلو نيوتن على الميتر سكوير كده يبقى احنا خلصنا شابتر الشير سترينس بتاعت السويل وخدنا أمثلة بسيطة عليها وممكن ان انت ترجع لقرس السويل لو عايز تزود معلوماتك في الشير سترينس شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته